اشتركوا في القناة حسن الخلق صفة حميدة وفضيلة حسنة وعلامة من علامات السمو النفسي والتقدم الفكري ومن يتحلى به يكن محترما لدى كل من يخالطه يحبه رفاقه وأهله وأصدقاؤه وقد اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه منذ نشأته بحسن الخلق وأثنى الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه الكريم فقال وإنك لعلى خلق عظيم فلم يصفه بكثرة المال والرجال ولا بقوة الجسم والسلطان وإنما وصفه بالخلق العظيم والمجتمع الذي يتحلى بالخلق الحسن ينال تقدير الناس وإعجابهم إذ الخلق ترسخ قواعدها وترفع مكانتها وبذلك فإن هذا المجتمع يحترمه الصديق والعدو على سواء ولا تنتفع أمة بقوتها ولا يفيدها تقدمها في العلم ما لم تكن صاحبة خلق حسن لقول الشاعر إنما الأمم أخلاق طيب عندي نموذج آخر كذلك حول الإسلام والأخلاق طيب تعتبر المادة الأولى من الدستور الجزائري أن الإسلام هو دين الدولة الجزائرية والإسلام دين يدعون لفضائل الأخلاق والإسلام هو الدين الذي جاء به آخر الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة والسلام والذي ظهر في مكة المكرمة وأخذ ينتشر شيئا فشيئا حتى صار اليوم الدين الأكثر اعتناقا من قبل شعوب العالم جاء الإسلام ليحث الناس على عبادة الله تعالى وحده لا شرك له وجاء ليتم مكارم الأخلاق فهو الدين الذي دعانا إلى بر الوالدين قال تعالى وبالوالدين إحسانا كما أمرنا بالتعاون بيننا قال تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان كما أمرنا بالصدق والإحسان إلى الجار وإكرام الضيف والتصدق على الفقراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والابتعاد عن الظلم وأمرنا بالحفاظ على الأمانات والوفاء بالوعود وحذرنا من السرقة والكذب وأكل الربا وأموال الناس بغير حق كما نهان عن الإسراف والتبذير لأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وفي الأخير أتمنى أن يتمسك أفراد المجتمع بالإسلام ويحافظ عليه ويعمل بأوامره ويبتعد عن من هان عنه حتى نكون من الفائزين في الدنيا والآخرة برك الله فيكم أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله شكرا